اهلا بكم معكم احمد عمر شركة توكي حب تعمل عارض احياء لثلاثية بايو شاك سلسلة العب بايو شاك من اعظم السلاسل التي تعملت في تاريخ الجيمينج وهي سلسلة العب ار بي جي اكشن شوتر من منظور الشخص الاول وليها ستايل خاص بها في التصويب والعلم بتاعها وبالاخص في قصتها قصتها جبيرة جدا وضخمة ومتشاعبة ومرتبطة كلها ببعض الثلاث اجزاء بكل ديالسيز بتاعتهم صال موضوع معقد وكبير جدا ومحتاج تركيز فشركة توكي عمر بايو شاك بزا كوليكشن والكوليكشن دي بتحتوي على بايو شاك وانو تو وريل ماستر بتاع كل جزء منهم وطبعا بايو شاك انفينيت لكن من غير الماستر لانها تعتبر لعبة لسه جديدة ريل ماستر ما فيهوش الفرق المهول عن اللعبة الاصلية مجارب على التحسينات البسيطة في المؤسسات البصرية وبالاخص كوالية التكتشرز او فور كي او حتى اعلى من كده لكن اللي يخليني كجيمور اطفع فلوس في العابة عشان يبقى شكلها احسن على فور كي هنا شركة توكي عملت حاجة ليسية جدا وحييها عليها انت لو عندك بايو شاك او بايو شاك تو على ستيم هيجيلك الريمستر اوتوماتيك من غير ما تعمل اي حاجة او تشتريه ولو اشتريت لها بقى منهم هيجيلك معها الريمستر فيعتبر الريمستر مجاني وزي ما قلنا شركة توكي هدفها من الريمستر ده اشتري الريمستر لوحده فتقوم شاري اللعبة بعدين تشتري الريمستر عشان يكون اللعبة شكلها احسن لكن طبعا توكي ما عملش الكلام ده فشاركونا بقى في التعليقات برأيكم في السلسلة لو لعبتوها وعلى هتلعبوا اللعبة تاني من جديد بس نسخة الريمستر ولا الموضوع ما استحققش من وجهة نظاركو وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكريب للقناة واتتابعونا بالصنرار سلام